وحيدة تدهور وتأكل القدرة الشرائية الأغلبية الساحقة المواطنة لمغاربة نتيجة ما نسمي بفوضى الأسعار سواء أسعار المواد الغدائية الواسعة للسهلاك أو الخدمات أو السلع وانضافت إليها أسعار المتطلبات الدخول المدرسي أسعار الكتوب والمستلزامات ديال الدراسة كذلك عرفت واحد الارتفاع صاروخي واللي يجعل أن القدرة الشرائية لأغلبية الساحقة من المواطنة لمغاربة وكذلك الطبقة العاملة المغربية تدهورت بشكل غير مسبوك وهذا اللي يوضع بين قوسين شعارات الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية بقد شعارات سياسية فقط لأن المغاربة اليوم أغلبية صحقة منهم تعاني مرتفاع مهول وخطير ديال الأسعار ديال المواد الغدائية والسلع والخدمات وكذلك أسعار الكتب والمناهج المدرسية لذا نعتقد أن هد السياسة المتبعة من طرف الحكومة الحالية رغم أنها تقول أنها أضافت بعد الزيادة في أجور ديال الموظف الدولة واللي معك من الأسف العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية ومنهم جامعة الترابية لم تستفد من هذه الزيادة لهذا نلاحظ أن هناك احتجاجات وإضرابات في عدة قطاعات العدل جامعة الترابية وربما قطاعات أخرى ستأتي لأن هذه الزيادة طفيفة جداً لا تكفي ولم تغطي هذه الفوارق الشاسعة التي كان اليوم ونحن نلاحظ أن الفوارق الطبقية تزداد بتساعاً بمعنى آخر أن الفقراء يزدادون فقراً والأغنية يزدادون الغنى فهذه البلد وزدادون تراءاً والطبقة المتوسطة تتضحرج من الأسفل إلى الأسفل لأنه فعلاً هذا الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي هذا الفوضى ديالأسعار تؤدي إلى أوضاع اجتماعية مقلقة جداً لذا على الحكومة المغربية إعادة نظر في سياستها بالرفع من الأجور بشكل حقيقي واللي غد يغطي هذا الارتفاع ديالأسعار ديالالمواد الغدائية الوسعة للسهلاك وكذلك المتطلبات ديالالعيش الكريم بالإضافة إلى إعادة النظر كذلك فيما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد لأن الفئات المستهدفة بخصوص واحد الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة عرف اختلالة كبرى وتم إقساء عدد من الفقراء وكذلك من المواطنات والمواطنين لهم في حاجة إلى هذا الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الفئات الفقيرة منه دخول مدرسي واجتماعي موفاق لجميع الأسر المغربية اللي اكتاوت مسكينة بالنار الغالاء الأسعار خصوصاً من طلاقاً من أضحية العيد بعد من هذا الصيف جاء الدخول المدرسي لا يكون لعون اليوم في ظل هذه الحكومة هذه اللي ما كتعرف إلا صيغة زيادة في جميع المواد نحن كن في ديرالية ديمقراطية للشغل قدرنا مسيرة وعاون نديروها وهضرنا في جميع الحوارات اللي كانت سواء القطاعية أو المركزية كنا تنلحوا ضرورة على الزيادة في الأجور والزيادة في الأجور ماشي تزدت واحدة في عشر سنين وخمسة عامة مشاتل لا ما أسسات الحوار الجماعي يعني زيادة والحوار خاصة تكون بواحد الشكل اللي هو مستمر ويكون مواكب للغلاء الأسعار ومن هذا المنبار ومن المنابر الحرة تنلحوا وتنزيدوا نأكدوا على المعطيات اللي جات في البلاغ المكتب التنفيدي ديال كونفيدرية الديمقراطية للشغل البارح وليك تنصفي على عدة نقاط من بينها هاد طريقة كيفاش نعالجوا هاد مسئل ديال الغالاء الغالاء الأسرة المغربية اللي كلها في العون الآباء وأولياء تلاميذ ما بقاوا حيلتهم واشي شيروا واشي كاير واشي خلصوا لفاكتور ديال لما وضو واشي غيصرفوا على التلاميذ وبالتالي كمسألة مليحة الحكومة اللي ما تحملش المسؤولية ديالها والحكومة اللي ما تساهمش بشكل كبير في تطوير المستوى المعيشي ديال المواطنين عندها حل وحدية تحت سورته تزيد في حالتها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر